الاحتقال الان برضو نفس المصطلح اه نفس المصطلح لا ده ده اللي انا ما شايفه انا شخصيا ضد فكرة اللجنة اللي بتبحث حالة المفرج عنهم دول ضد هزي الفكرة احنا لازم نعرف ان احنا مرينا زي ما قال الدكتور عبدالنعم بفترة كان فيها مد ثوري هائل على جهاز دولة هش يعني 25 يناير دي كشفت ان الدولة كجهاز هش جدا ده ده سقط بصرخة النظام السياسي فاذا عيشنا فترة صعبة جدا دفعنا تمانها ماديا ودفعنا تمانها بالدماء والارواح والخوف المجتمع المصري عرف الخوف مجتمع الريف اللي كل صروته الضئيلة برا في الهوى لما يختل الامن ماقدرش عيش فاذا كل ده خلق حالة مختلفة ودفعنا تمانها وخرجنا منها بعد هذه السنوات الى بر الامان ما بقولش امان مية في المية الموضوع ده بتاع الاعتقالات انا مثلا لو في الوافدة عندي وفدي محبوس محبوس هبزل كل جهدي عشان تلعه انما هنا الفكرة مختلفة انا ليه ضد اللجنة دي انا ضد اللجنة دي انه انت عندك احكام قضائية القضاء بيطبق قوانين عملتها السلطة الشرعية اللي هي دورها تعمله في فترة ما وادى الى بعد ما طبقها انه يحكم ماجيش انا احط لجنة فوقها هتقول ده يا صحيح ان العفو الرئاسي في قانون الدستور في كل القوانين مش بس في الدستور بتاعنا في كل القوانين لكن في فرق بين العفو عن العقوبة اللي هي من اخصاص الرئيس الجمهورية وفي العفو عن الجريمة اللي عاوز القانون نعفو بتصدق القانون ولما تكلم عن الف واحد على الف سبعمية واحد يبقى الاميز من الناحية السياسية اني اعديها بشكل تاني ازاي بقى انا متفقين انا فاكر هذه القوانين فيه تلات قوانين قانون التزاهر وقانون فيسبوك وقانون مد الحبس الاحتياطي هذه القوانين قيلة وقتها ان الاحكام العامة تكفي وانا مش عاوز ادخل في جادر قانوني اذا كان ذلك صحيحا يبقى انا مش محتاج للجنة تشوف لي مين اللي يخر انا محتاج للجنة جادة تبصلي في الثلاث قوانين دول وتقول لي ايه بدم انا معترف اني بدخل مرحلة تعمل وطني جديد خرجت من فترة العواصف تقول لي ايه في هذه القوانين اللي يعود الى الاحكام العامة ولما يعود الى الاحكام العامة تدخدم الحكومة الى المجلس وتقول والله الغيلي القوانين دي او عدلها بالشكل الفلاني يقوموا في الحالة دي يطلع كل الناس اللي اتحبسهم بمقتضاه اللي انا عاوز اطلعهم لاني محدش بيتكلم عن نطلع الانهاب ولا الناس اللي قتلت صحيح في الحالة دي ابقى انا حققت ثلاث نتائج ادي في السياسات بقى مش في السياسة اللي عامة اولا اني حفظت على القضاء ما عملتش الحساسية ما يحكمش القضاء النهاردة وافرج عن واحد بكرة تاني حاجة الذي وضع القانون هو سلطة التشريعية والذي الغى التجريم هي سلطة التشريعية الطبيعي ماشي ثلاثة النهاردة في مصريين بيطلبون نفرج على الف بهجيم دال من الاسماء في كمان اجانب بيطلبهم ان يفرج على الف به صحيح لما انا اقول النظام بتاعي كده واجراءاتي كده والميكانيزم بتاعي كده يبقى بقفل هذا الباب وبعدين ارجع تاني اللي حكاية الحريات العامة حقول الانسان انا طبعا موافق من زماني يعني في مدرسة اه 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 بتقول الحقوق الانسانية حقوق اجتماعية وحقوق اقتصادية وحقوق سياسية والحقوق السياسية دي هي لب هذه الحقوق مش حاجة يعني وهي الحريات العامة وانا عاوز اقول ان الحركة الوطنية المصرية منزومية سنة على الاقل تسعى الى تأمين وتضمين وتأمين ودعم الحريات العامة صحيح اشتركوا في القناة